اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى لا اليوم كمفروض تكون معنا الدكتورة ندى الملة لكن صار عندها ظرف طارق مش طارق طارق بحكم أن عندهم بعض التقييمات الخاصة بالحصول على المزيد من الشهادات إن شاء الله اللي تؤكد مكانة العمل الكبير اللي يقومون به مراكزنا أو تقوم به مراكزنا الصحية مراكز الرعاية الصحية الأولية عموما ما نبتدي حلقتنا اليوم مستمعنا كرام عندنا مواضيع شيقة ومواضيع وايد مهمة ما نطرحها إن شاء الله مع سير البرنامج بيكون عندنا إن شاء الله موضوع ما نتكلم فيه عن اليوم الأكاديمي لطباء الطوارئ في مستشفى راشد وأيضا ما نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو خدمات أمراض الصرع في الهيئة عموما كذلك نذكركم برابط التأمين الصحي كان الدكتور حيدر اليوسف موجود في برنامج البث المباشر اليوم مع الزميل يمع بن ثالث ويعني كان أشوف فيه وايد الرسائل كانت تعنى بالتأمين الصحي ولكن ذكركم مستمعين الكرام بأن الهيئة خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي هو www.isahd.ae يعني سعاد.ae isahd عموما يمكن من خلال هذا الموقع إنكم تدخلون عليه تتعرفون على تفاصيل منظومة التأمين الصحي المستهدفين من هذا البرنامج في إمارة دبي الباقات التأمينية المتوفرة وايد أسئلة عن شو هي الباقات التأمينية بتحصلون موجودة فيه الموقع كذلك يعني أي مواضيع أخرى متعلقة بالتأمين كانوا تسع شركات وصاروا بالثناع الشهر شركة أعتقد في وايد السفسارات ممكنكم تحصلون عن طريق هذا الموقع فانصحكم تدخلون هذا الموقع طبعا صباح الخير بالتوفيق إن شاء الله شكرا لكم قلنا الدكتورة ندا عندها اليوم تقييم في المركز البرشفة ما بتقدر تكون موجودة معانا مرحبا أشوف نور دبي ما حد كتابلنا شيء لا ما حد عموما مستمعين الكرام ومتابعين نحن نتواجد معاكم عبر الانستجرام الخاص في هيئة الصحة بدبي دي اتش اي اندرسكور دبي وأيضا على الانستجرام الخاص بنور دبي موجودين على التو انستجرام أو الحسابين هذي حد منكم يشرب قهوة وايد ولا خبروني بخبركم بشرة سارة لعشاق القهوة إيسا ما دري تشرب قهوة وايد ولا نص نص ما نشرب قهوة مول أبدا يا السلام عليك ما دري الحياة صعبة من غير قهوة يا عيسى عادي زي يقول لك في دراسة حديثة خلصت إذا أن تناول القهوة يساعد في الوقاية من الزهايمر أو الخرف ومحاربة الآثار الناجمة عنه هذا فضلا عن دورها الفعال في تعديل المزاج ومنح الاحساس بالنشاط واللي يقضى طبعا هاي الصفات لا ولا عندك شي منها عيس انت بيكزي هاي مار شرب قهوة ايه زين يقول لك تؤكد الدراسة التي أجريت داخل جامعة انديانا الأمريكية أن دور القهوة لا يقتصر على تنشيط جسم الإنسان فقط بل يعزز من قوة إنزيم NMAT2 في الدماغ والذي يعمل على حماية الخلايا العصبية ويكافح تجمع البروتينات التي تتجمع على شكل لويحات في المخ مسببة الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف حسب ما جاء في صحيفة الديلي ميل بشرب قهوة سادة مدمنين ما شاء الله أشوفوا الشباب كاتبين انزيم عموما تراكم المواد الدهنية في الدماغ هو مقدمة معروفة لأمراض الأعصاب الخطيرة وترتبط أيضا بأمراض الشلل الرعاش والتصلب الجانبي الضموري وخلال الدراسة تنفحص 1280 مركبا تتضمن بعض الأدوية باختبارها على الفئران استطاع الباحثون التوصل إلى 24 مركب على رأسها الكافيين تعمل على زيادة إنزيم اللي قلنا عنه اللي هو NMNAT2 في الدماغ مما يحسن من القدرات العقلية ويبطئ من تدهور الحالة التدهور الحالة العقلية المرتبطة بتقدم العمر وكان قد تبين سابقا أن الكافيين يتميز بقدرته على تحسين وظيفة الداكرة في الفئران الذين يعانون من تجمع مسؤولات كبيرة من البروتينات في أدمغتهم ويعني تقريبا ممكن على حسب الدراسة يقول يعاني من الزهايمر حاليا حوالي 47 مليون شخص في العالم ومن المتوقع تزايد هذه النسبة مع حلول عام 20-50 تخيلوا أنا بجدم لايبات شوي لأن بعيد عني وأقرأ مسجاتكم وأنا إدمان قهوة يعني شوفوا يا جماعة خير نحن دائما نقول كل شي يزيد عن حده ينقلب ضده غريبة هاي الدراسة هنا باستراليا مدمنين قهوة ولكن نسبة مرض الزهايمر عالية هاي دي يقول هذا الكلام سلام عليكم برازيل هاي جيد مورنين جيد مورنين نزل أشرب قهوة سادة بالعافية لك كيف الحال وين صاحبتك نبين مكانها اليوم قلنا يا جماعة الخير الدكتور ندا موجودة في عندها تقييم دوما القهوة تريح بالفعل يعني حسب الممارسات الشخصية اللي أنا اتبعها القهوة ممتازة وتعدل من المزاج وتزيد من النشاط ولكن نرجع نقول كل شي يزيد عن حده ينقلب ضده فنحاول قدر الامكان ان نكون وسطيين وسطيين شي معناته معناته ان كل شي ناخذه زين بحد المعقول لا حد ياخذ اكثر ولا اقل من الاشياء اللي نحن نحتاجها طيب خلونا نروح على الملف الغذائي عندنا ونشوف يعني بعض الاخبار الخاصة بالغذاء عنا واحد من الشباب ما شاء الله عليه يوميا ياخذ دلة زنجبيل على قولت قنزبيلي يسميها ما يسميه زنجبيل قنزبيل ويشربها عنده هذه عادة يقول انا زنجبيل يعني شغلة وايد مهمة في حياتي لكن يقول لك في فوائد متعددة للزنجبيل لانه يعتبر من النباتات الخاصة بالمناطق الحارة اللي تحتوي على زيت طيار له رائح نفاذ وطعم لاذة عموما الزنجبيل يستعمل لتوسيع الاوعية الدموية زيادة العرق والشعور بالدفء والتلطيف في الحرارة تعاطي يوميا يمكن ان يتدخل في امتصاص الحديد الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات ومشتقات المضادات الحيوية والديجوكسين والفينوتوين كي اي دي اي طبعا يشرب مرضى السكر الزنجبيل لانه يخفض من مستوى السكر في الدم وينصح لطباء دائما مرضى السكر بشراب كوب واحد من الزنجبيل المغري صباحا ولكن يستخدم الزنجبيل الطازج غير مطحون غير مطحون وهذه بعض الدراسات التي نشرت عن فوائد الزنجبيل لزيادة من نسبة خفض السكر في الدم طيب مناخذ بعض الفوائد السريعة الزنجبيل يساعد على طرد الغازات من المعدة يساعد على الاسترخاء عضلات المعدة والامعاء وايضا يعالج من اشوف ايضا يعالج كذلك يعني او يمنع الدم من التخثر الكوليسترول كذلك في دراسات تقول انه يقي من السرطان المبيض طبعا وفق دراسات تجرتها جامعة ميشيغن المركز الشامل السرطان يعني اثبتت ان الزنجبيل المطحون يؤدي الى موت خلايا السرطان المبيض تخيله كذلك اللي عند علاج صداع نصفي يقول ان الدراسات تؤكد انه في فوائد الزنجبيل انه يساعد على علاج الصداع النصفي بسبب قدرته على وقف البروستاغلاندين المتسب في الم والتهابات الاوعية الدموية وفي حال الصداع النصفي يمكنك شرب شاي الزنجبيل في اثناء نوبات الصداع النصفي لمنع الالم الذي لا يطاق ويعني يوقف الدوخة والشعور بالغثيان طيب عيسى ما نطلع فاصل بس قبل الفاصل نذكر بارقام التواصل معنا 600 55 1414 وعن طريق الرسالة النصية 4006 يا رجل شفنا ناس يأكلون أكل ولا ضغط ولا سكر والأمور طيبة الحين حتى الأطباء يدخنون والحياة حلوة يا أخي ما يجوز هالكلام صدقني هذا اللي انت تشوفه حاليا لكن خلي يصير يفحص وبعدين يعني بتطلع بلاوي بتطلع بلاوي لأن التدخين وأكل غير صحي يعني ما أدري إذا في حد من الناس يمارس كل الأشياء هذه وهو صحة جيدة يعني هذا إنسان رائع يليت كل الناس جي على طار الزنجبيل يقولك وايد مهم يا أخوان لا تعطون الزنجبيل للأطفال اللي تحت اللي ما كملوا سنتين في مكالمة ناخذ الحين ولا عقب الفاصل الحين طيب من معانا لو السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته علي صوتك عشان أسمعك كويس السلام عليكم ورحمة الله بركاته يا أهل يا أهل أهل نقبي معاك مرحبا أحمد مرحبا أحمد ورحمة الله بركاته الزنجبيل هل الزنجبيل اللي يسر عن قولون شراب طيب أنا بقولك بعض الأشياء بشكل عام عن زين عن الزنجبيل زين وبطلع فاصل بس إذا سؤالك بس عن الزنجبيل وفي شيء ثاني أحمد لا بس زنجبيل أوكي سيدي شكرا لك طيب الزنجبيل للكبار بشكل عام يعني أنت لا تأخذ أكثر من أربع قرامات من الزنجبيل يوميا هذا اللي ينصح بالنسبة للحريم الحوامل ما يأخذون أكثر من قرام واحد يوميا قلنا يساعد الغثيان والغازات وعسر الهضم تستخدم قرام واحد من الزنجبيل يعني تقسمه على جرعات وايد زين بالنسبة لك أيضا الحرم اللي تزاوع نتيجة الحمل ينصحون كذلك بالزنجبيل فهي المسألة تحدد بالكمية اللي تأخذها وطبعا يعني استخدام ستمائة وخمسين إلى واحد كيلو قرام يوميا مفروض أن إذا بتأخذ أكثر لا تأخذ الزنجبيل إلا إذا تكلمت مع طبيبك أول فأحمد يتكلم على القولون وهذا لا أرجع للطبيب أحمد تكلم معاه إذا قال لك مم مشكلة خذه أنزين فهي تختلف من حالة للأخرى فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تخدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتكلم أن حلقتنا اليوم مليئة بالعديد من المواضيع الموضوع اللي ما نفتحه الآن هو موضوع اليوم الأكاديمي لأطباء الطوارئ في مستشفى راشد طبعا معنا في الستوديو الدكتور سامر بياط أخصائي طوارئ في مستشفى راشد أوش يصبحك الله بالخير دكتور الله ياتيك العافية بصباح الخير الله يأويك يا رب أنا برحب كل مشاهدين واللي عم يسمعونه واللي عم يسمعونه الآن على الهواء جميل أرقام التواصل معنا وسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة اللي يبغي تابعنا لايف نحن موجودين يا جماعة الخير على الانستجرام الخاص بهية الصحة بدبي اللي هو لا هذا رقم التلفون اللي هو دي اتش اي اندرسكور دبي وأيضا موجودين كذلك عبر الانستجرام نور دبي اللي هو نور دبي أخي نحن في عام الخير والمسلمون كل عوامهم وأيامهم خير ليش ما يكون غسيل الكلام الجان للمقيمين لأن تكلفة مبالغ لأسر وهو مرض مزمن هناك العديد من البرامج في هذا الموضوع وأيضا تكلمنا نحن في هذا الموضوع بشكل كبير صحة وسعادة كم ساعة تستمر الإذاعة نحن نطلع ساعة إذاعية طيب نرجع لك دكتور دكتور أول شي نحن نبغي نعرف يعني شو اليوم الأكاديمي ليا طباء الطوارئ تعطينا نبذة عن هذا اليوم هلأ اليوم الأكاديمي لطب الطوارئ في مستشفى الراشد هو فعالية علمية تحدث شهريا بشكل منتظم في في مشفى في مشفى راشد في قسم الطوارئ هو فعالية علمية شهريا نعقده هذا الاشتماع بحيث أنه نقش في أحدث المواضيع العلمية وأهم الحالات الفريدة اللي مرت علينا ضمن قسم الطب الطوارئ طبعا هي احنا احنا تميزنا في هذا اليوم عن كل المشاف متميزين بهذا اليوم الأكاديمي بهذا الحادث العلمي المتميز والفريد اللي هو عالم السواء الشرق الأوسل كون احنا كمان من أفضل من أفضل خمس مراكز التروما أو مراكز أصعاف في العالم فأحنا متميزين كمان بهذا الحادث العلمي اللي هو من واكب علميا وفق تحت توجهات طبعا بالدركتور بطرس اسم الطوارئ في مشفر راشد وتحت إرشادات سمو الشيخ محمد سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تحقيقا لأنه نوصل لأفضل مركز أفضل شيء في مجال طب الطوارئ وأنه نكون متميزين عالميا في مجال طب الطوارئ جميل طيب دكتور أنت تتحدث عن يعني فعالية شهرية قاعدة تصير بهذا الشكل أريد أن نعرف شوء يعني الأشياء أو المواضيع اللي بتناخشونها ضمن هذه الفعالية الشهرية هلا احنا من ناقش مواضيع علمية اللي هي على تماس بشكل يومي معنا في مجال قسم الطوارئ بحيث أنه نشوف أحدث نواكب علميا أحدث العلاجات أحدث الشيء توصل في مجال طب الطوارئ بحيث أنه بعض الأبحاث اللي احنا نجريها كمان كمان في من ناقشها ضمن هذا الحدث وضمن هذا الحدث الأنمي من نتناقش بوجود تقريبا أكثر من ستين طبيب شو التي يصبح فيه تباتل الخبرات وكل شيء جديد فيه طيب يعني أنتو الفئات المستهدفة أكثر شيء من ضمن هذه الفعالية الشهرية هم الأطباء 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 بحيث أنه نتبادل هلأ إحنا الأطباء بحيث أنه نتبادل هذه الخرنة ممكن يساهمون معاكم في هذه الفعاليات أم لا دكتور حاليا في مجال أنه يدخل الجمهور بس معظم بيكون هو عبارة عن مواضيع علمية فإحنا الفئة المستهدفة هي أطباء الطوارئ من أخصائيين وأستشاريين ومن مقيمين تحت الإختصاص اللي هو إحنا معظم أطباء الطوارئ المتميزين عبد خروجه من عندنا من قسم الطوارئ في مستشفى راشد طيب في حال أنه في أطباء خارج مستشفى راشد حابين يشاركون معاكم هل المجال مفتوح لهم طبعا مفتوح ممرحب بهم بأي وقت وإحنا يعني مفتوح يعني منفتحين بالدجاه استقبال كل الخبرات الموجودة بكل المشاف أنتو كل كل شهر لكم يوم معين دكتور ولا في أيام ثابتة عاملينها لطول السنة في كل شهريا في يوم مميز في تقريبا أخر أربعة من كل شهر فنتفق على أن يكون هذا اليوم فمنحضر المواضيع الأنمية من بداية الشهر والشو الجديد والحالات الفريدة اللي مرت على قسم الطوارئ وشهريا احنا منكرر خلال هذا اليوم الأكاديمي نكرم طبيبين اللي كانوا متميزين خلال هذا الشهر نقوم بتكريم هؤلاء طبيبين من الأطباء الموجودين والله يعني أفكار جميلة دكتور وقلت لي أن الدعوة عامة حق أي طبيب حتى لو من خارج مستشفى راشد حاب أن يحضر يحضر معاكم كيف يقدر يتواصل مرحب في يتواصل معي مباشرة أو مع الدكتور فيكتور أو مرحب في أي بأي فعال وين سونا في مستشفى راشد ولا خارج المستشفى هلأ بمعظم الأحيان ناقد وخارج مشفى راشد حسب أحيانا في حسب الفعالية ضمن ضمن بطنة جران الحياة ضمن حياة رجنسي ضمن حسب حسب معظم الأحيان ناقد وخارج مشفى راشد جميل طيب دكتور يعني الآن طب الطوارئ إذا ما متكلم عنه يعني هذا التخصص من التخصصات اللي تكون يعني مطلوبة ولكنها يعني معظم اللي يدخلون الطب وكذا ينفرون شوية من هذا التخصص يحسونه وايد صعب أن الواحد يدخل في هذا التخصص فشو ممكن نقول عن هذا التخصص والله هو تخصص رائع وجميل جدا وممتع وممتع بحاجة إلى أنه أي هو يتعرض الطبيب تكون إنست التلفون عادي دكتور ما علي نحن عارفين أنت طباء وطباء طوارئ فدائما انكول يعني أنا ما بطول عليك بس بأخذ هذا كآخر سؤال تفضل الله تكلاف أي واحد بده يدخل على قسم كطب في مجال طبطة وراء يجب أن هو اختصاص متميز وفريد وبحاجة إلى أن يكون ممتع بنفس الوقت بحاجة إلى أن يكون السريع البديهة وسرع التفاعل مع المريض وخاصة إذا كانت حالة إسعافية جدا فأنا أي واحد عنده رغبة بأنه يدخل بهذا المجال أنا بشجع أنه الاختصاص جميل جدا بس بالإضافة إلى بعض الاسترس أو اللي يعنيها أحيانا طبيب طوارئ من قسم الطوارئ والله أنا دكتور الله يعينك أنا أبغي أكمل الحوار لك الظاهرة هذه مكانمة وايد مهمة نحن شاكرين لك توجدك معنا الدكتور سامر بياب أخصائي طوارئ في مستشفى راشد شاكرين لك توجدك معنا الله يسلم دكتور إذن مستمعنا فاصل وبعد الفاصل ما يرجع ما يتحدث عن موضوع جدا مهم فابخوا معنا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن مستمعين نحن ما نتكلم ما زلنا يعني في مستشفى راشد ما نتكلم عن خدمات أمراض الصرع في مستشفى راشد معنا في الستوديو دكتور محمد الكيلان استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد نتكلم عن الخدمات الصرع وطرق التعايش مع هذا المرض وكل ما من شأنه أنه يعني يساهم في التوعية بهذا المرض دكتور من ناحية وأيضا يمكن الواحد ممكن تكون هناك بعض الممارسات اللي يقي نفسه ويقي مريض الصرع من أي مضاعفات قد تحدث فأول شي صباح الخير دكتور دكتور بنتكلم على المايك نحط السماعة تلفون سائلة تهم شي أطيقوا سائلة إن شاء الله بس ما يكون على المايبريش دكتور سامر أزعجنا أربع مكالمات وربع ظهر في حالة طارئة كانت عموما دكتور شو هي الخدمات اللي يوفرها مستشفى راشد لمرضى الصرع نعم نحن حاليا في عنا عيادة خاصة في أمراض الصرع نعم هذا خليها نعم نعم في عنا عيادة خاصة في أمراض الصرع يعني يوم مخصص عادة كل يوم خميس بحيث أنه يعني نقعد يكون معنا الوقت الكافي نحاول نشوف كل مريض نسمع ناخد منه التاريخ المراضي نحدد نوع الصرع الموجود عنده بالإضافة أنه في عنا مختبر تخطيط الدماغ والعصاب موجود المستشفى راشد برضو أجهزة الرنين المغناطيسي اللي هي نحتاجها في معظم مرضى الصرع بالإضافة أنه في عنا لحد الآن يعني أحياناً ولو بشكل مبسط يعني ممكن نسوي بنسميه فيديو يجيه اللي هو تخطيط الدماغ مع فيديو حتى أحياناً لما ناخد القصة المرضية بأن نتأكد شو نوع يعني النوبات اللي تصير عند المريض فنحاول نصورها على الفيديو ونطمح إن شاء الله أحط طموحاتنا يعني أنه نأسس وحده اللي هي يكون وحدة صرع خاصة داخل المستشفى بحيث نصير ندخل المرضى ونسوي لهم مراقبة عن طريق التخطيط المتواصل مرافق مع تسجيل فيديو لعدة أسباب أول شيء للمعرفة نوع الصرع اللي عند المريض وبعض المرضى أحياناً أكيد رح نتكلم عليها في الدقائق القادمة يعني أحياناً من أحدى أنواع العلاجات اللي هي قد يكون تداخل الجراحي فمن أحد المستلزمات قبل ما نلجأ لهذا الطريق نحدد وين بؤرت الصرع في الدماغ نعم دكتور كنت تحدث عن إنشاء وحدة إن شاء الله تكون متخصصة في هذا المجال لكن هذا يقودني السؤال كم عدد المرضى اللي عالجوا مستشفى راشد وشو هي الإحصائيات العالمية الخاصة بهذا المرض نعم بالنسبة لمستشفى راشد حالياً يعني حسب التقاءة أو يعني الملفات اللي عندنا يقدر مرضانا بحدود 1200 مريض ما شاء الله نعم بالنسبة للعالم يعني رقم وإن كان هذه إحصائيات قد تكون قديمة شوي يقدر تقريباً عدد مرضى الصرع بالعالم ما يقارب 50 مليون والحالات الجديدة خلينا نقول بنسميه بالإنجليز اللي هو الإنسيدنس يعني خلينا نقول بحدود ما يقارب 40 حالي لكل 100 ألف شخص على مستوى العالم أي دكتور شو هو مرض الصرع بالضبط نعم أحب شي يعني أأكد أولاً هو من أكثر أمراض العصاب شيوان هو عبارة عن اضطراب في كهربائية الدماغ بتعرف احنا يعني الدماغ في طبيعة الحال الحالة الطبيعية في تفاعلات كيموية وكهربائية الظل باستمرار هذه موجودة سواء كنا صاحيين أو نايمين لكن بتكون هذه في نوع من التناغم يعني المناطق عديدة في الدماغ وهي ترسل الإشارات لبعضها بتكون منسقة في نوبة الصرع بيصير في نوع من الاضطراب بحيث يكون مثلاً إما منطقة خاصة أو كل قشرة الدماغ تجد فيها بتيجي لفترة مؤرقة بيصير زيادة في شحنات الكهرباء بحيث أنه تظهر على المريض بأعراض حسب المنطقة اللي صارت فيها الشحن الكهربائي فعلى سبيل المثال مثلاً إذا والله البؤرة اللي سوتها للطراب في المنطقة المسؤولة عن الحركات تجد بصير في حركات لا إرادية عند المريض وهناك أنواع عديدة من أعراض الصرع يعني حتى أحياناً مو شرط الفكرة السائدة عند الناس أنه لازم المريض يوقع ويتشنج كل جسم ويبدأ يزبد هذه بتكون لما تكون يعني نوبة الصرع إجت خلاص يعني شديدة وعمت كل مناطق الدماغ أحياناً قد تكون نوبات صرع أخف من هذا الشكل اللي تجد المريض مثلاً قد يكون يتكلم عادي وفجأة صار فيه تغير على الحالة الذهنية إما بطل يتكلم أو صار ينظر حواليه مثلاً بطريقة يعني إنه ما قادر يركز أحياناً قد يفقد النطق أحياناً حتى قد تكون أبسط يعني تجد المريض مثلاً ممكن يصير عنده تغير في بعض الحواس مثل أنه مثلاً يشتم كأنه في شيء باحترق أو أحياناً يشوف صور تصير تتحرك أمامه حسب المنطقة اللي من الدماغ اللي صار فيها تحفيز كهربائي جيد إذن نحن نذكر بإرقام التواصل معنا 60055 1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 وأيضاً هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA underscore دبي وأيضاً على حساب نور دبي معنا في الستوديو الدكتور محمد الكيلاني استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد دكتور يقولون صباح الخير دكتور ما هي أسباب الصرع صباحك الله بالنور الأسباب عديدة يعني طبعاً دائماً يعني كثير من الأخوة الأهالي المرضى بقول لك هل هو وراثي هل هو نفسي بنقول العام للوراثي يلعب جزء في بعض يعني في قسم معين من المرضى لكن الأسباب كثيرة مثل ما قلنا قد تبدأ مما قبل الولادة يعني على سبيل المثال قد تكون الأم حامل مثلاً وتعرضت لحادث أو صار فيه نقص تروية كمية الدم أو الأكسجين خلينا نقول على الدماغ الطفل خلال مرحلة التطور قد يولد في عنده مثلاً أذية صارت بالدماغ أو أحياناً ساعة الولادة قد يكون صار نقص أكسجين أثرت على الدماغ وفيما بعد بعد سنوات تجد تبلش يعني أعراض الصرع تبدي أحياناً قد تكون ضربات قديمة يعني إنسان واقع وقع جاند خلينا نقوله ممكن فقد الوعي ولو لفترة مؤقدة أو أي مثلاً أحياناً قد يكون مثلاً في ورم لا سمح الله أو قد يكون تشوه خلقي في قشرة الدماغ أحياناً أو تشوه شرايين داخل الدماغ أي شيء غير طبيعي من هذه الأمور بتكون مثل هذه بؤرة مثيرة للأنسج اللي حوليها للأعصاب اللي حوليها فبتأدي إلى اضطراب في كهربائية الدماغ أحياناً قد يكون مثلاً المريض في عنده تاريخ مرضي التهاب سحاية أو التهاب دماغ يعني أي عدوى مثل ما قلنا العامل الوراثي عند قسم منهم قد يكون في عامل وراثي أحياناً قد يكون جزء من مرض عام مثلاً زيادة في مناعة الجسم أحياناً يأثر على مناطق معينة من الدماغ برضو يقود إلى نوبات صرع الشيء اللي بدي أقوله أنه مو مرض نفسي أو مثل ما ببعض الناس يعتقدون أنه والله في جن هذا يعني أنا كان قبل يومين حتى كنت على مقابلة بالتلفزيون يعني في بعض المرضى مثلاً روح كذا وصيروا ضربوا وطلع الجن هذا الكلام ما في منه حتى بالحديث هل يشعوذين دكتور المطاوع نعم أنا قصدي نعم اللي يدع أنه مطوع نعم وإلا المطوع اللي الحقيقي يعرف الوصول وهو يقول لك لا أروح للطبيق ويشجع على هذا نعم فيه سؤال وايد مهم وجميل أنا كنت أتكلم عن هذه النقطة بس هو طرحها أحد المستمعين أو أحد المستمعات كمالي يقولون من الأجهزة الإلكترونية خارج الدولة واحد من الدكات خارج الدولة يقول من الأجهزة الإلكترونية أنا هنا دكتور أبغي أتكلم عن موضوع التقنيات الجديدة اللي طلعت عندنا وخاصة الأطفال يعني هناك ارتباط شديد بالأجهزة اللوحية بالألعاب الإلكترونية نعم جسديا صحيح نزيل غير الأمراض السمنة وبعض الأمراض لكن هناك يقولون أنه في بعض الحالات اللي ممكن تتأثر بمثل هذه الأجهزة تأثر على الموجات الكهربائية مات الدماغ هل هذا الكلام سليم؟ شوف خلينا أني يجي من عدة نواحي هذه أول شي أنه في بعض مرضى الصارع اللي هو أصلا قد يكون عنده المرض بنسميه يعني هو حساس للأشعة أو الإضاءة القوية فتجد أنه مثلا لما يعني يصير عنده إضاءة متقطعة أو ألوان قوية أحيانا هذه قد تثير البؤرة اللي نسوي المشكلة للمريض فدائما بننصح المرضى أنه لا تعرض نفسك للإضاءة القوية أو خصوصا لإضاءات المتقطعة هذه مثل يعني البلاي ستيشنز والشغلات هذه الشغلة الثانية أنه هي في حال ذاته تسبب إثارة عند المريض وبالتالي مرات قد يكون محفز لنوبة الصرع بالنسبة للمثال الموجات في بعض الدراسات يعني تشير أنه مثلا حتى قد تكون محفزة لنشوء بعض الأورام يعني هاي السيلفونز لما يكون قريب باستمرار جنب الدماغ تعرفوا هنا في عنا موجات كهربائي ناطيسية هذه صحيح ففي بعض الدراسات تشير أنه نعم والله إلها أثر فبرضو نفس الشي بتأثر على كهربائية الدماغ يعني أنت لما تحط تلفون دائما ملاسق للرأس وتتكلم لفترات طويلة يعني أنت السيلفون هذا لما تحطه وظل تتكلم أنت شوف بعد فترة تحس بحرارة حرارة وهذه الحرارة تبت قريبة لمنطقة الدماغ صحيح فهذا الكلام نعم يلعب دور يعني نعم طيب دكتور ما أدري إذا هذا الموضوع له علاقة أو هذا السؤال له علاقة بموضوع أنا أقول دكتور بعد إذنك أنا إيد اليمين بتنمل كثير وبحس بألم قامد يا ترى إيش أسبابها وده من أيام حملي في بنتي من ثلاث سنوات نعم هسا بالنسبة هذه يعني السؤال أنه أجابه بالطريقة أعطيكي تشخيص صعب ليش لأنه لازم نقعد نسمع التفاصيل ونفحص المريض ونحدد لكن هنا هي نقطة يعني كويسة أنه أثارتها الأخت هنا أنه بعض أمراض الصرع مثل ما قلنا أحيانا يصير تغير على الحواس من دون تغير على الحالة الذهنية فبعض المرضى قد تكون نوبة صرع بسيطة بتيجي عندهم مثلا شحنات كهرباء أنه تسوي عندنا تنميلة في جزء معين وأحيانا حركات لا إرادية وبعض المرضى قد يحس أنه مثلا تشنجت اليد مثلا فهذه قد تكون العراض بس أنا ما أريد أتخاف لأنه مرات التنميل قد يكون نتيجة مشكلة بالأعصاب المحيطية يعني برانية خارج الدماغ بس بجميع الأحوال هي تحتاج تقييم عن طريق طبيب أعصاب بالضبع فأتمر على الطبيب تفحص السلام عليكم يا دكتور أنا أحس بقشعريرة على الجانب الأيمن من رأسي وكلما ذهبت إلى الدكتور أخبرني بأنها شقيقة وصداع نفسي نعم نصفي يعني قص له كاتبنا نزيل بس أنا ممتكدة بس مع رأيك القشعريرة شوف قد يكون أحيانا صداع نفسي ولكن في بعض من أنواع شحنات الكهرباء برضو بصير عند المريض بتيجي نوبات أنه بحس وكأنه قشعريرة يعني ما أعرف يكسود بقشعريرة هل هي حركات سريعة لا إرادية أم أنه يحس أنه حتى جلد مرات يعني بالإنجليزي نسميه مثل يعني جلد البطة أو الدجاجة تيجي فجأات الحالتين هذول قد تكون أنواع من أنواع شحنات الكهرباء يعني قد تكون نوبات صراع كيف يعني جلد البطة يعني ما يحس بجلده هنا ولا شو لا يحس أنه تحس وكأنه مثلا شعر اليد شعر إيدو وقف هيك وصار فيك أنه حبيبات صغيرة خرجت على الجلد في بعض المرضى أحيانا من بعض مرضى الصرع بنسميه temporal lobe epilepsy اللي يبتيج من منطقة الصدغية من الدماغ أحيانا ممكن يعني يجوا في هذه الأعراض ممكن تصير عندهم نعم تفضل دكتور فتقولي عن الجانب الأيمن مراسي يقول عنده عنده خشعريرة نعم فنحن شو ننصحها هني شوف هو يعني دائما في مثل هيك حالات لابد أنه نشوف طبيب العصاب لأنه بدنا ناخذ يعني أحيانا في عدة حالات من مشاكل العصاب قد تكون متشابهة بالأعراض ولذلك أهمية أنه نشوف الطبيب ويقعد ويأخذ منه تاريخ مرضي مفسر حتى زي ما تقول إذا في عندنا خمس ستة احتمالات نحاول نستبعد واحد اثنين ثلاث إلى أن نوصل للتشخيص يكون تشخيصنا دقيق دكتور يعني أحيانا ممكن قد تكون هناك بعض العوامل أو بعض المشاعر الإنسانية اللي ممكن تساهم في عملية الصرع هل الخوف ممكن أن يساهم في عملية الصرع دكتور طبعا علاقة بالصرع نعم خلينا أقول أنه المريض مريض الصرع يعني حتى نكون نتكلم بطريقة يعني تكون علمية علمية مريض الصرع نفسه في بعض مرضى الصرع أحيانا من بعض أعراض نوبات الصرع أنه يجي خوف مفاجئ يشعر حسب المنطقة اللي في الدماغ في منطقة في الدماغ اللي بنسميع بالانجليز الأميقدالة اللي هي مسؤولة أصلا عن الرياكشن يعني عند المريض مثلا وتعرض لموقف مثلا أنه يواجه أو يهرب أو شيء فمرات بؤرة الصرع قد تكون هناك فبتلاقي المريض بتصير عنده هذه الأعراض فأحيانا بصير أنه يجي خوف مفاجئ الآن مريض الصرع برضه أي عوامل من ضمنها الخوف قد تولد عنده تنشط بؤرة الصرع أما الخوف في حد ذاته نقول أنه مسبب للصرع لا هذا طيب نحن نذكر مستمعين الكرام أنه معانا الدكتور محمد الكيلاني استشاري استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد دكتور شو هي الحملة اللي نحن نسويها بالنسبة لمرضى الصرع نعم نحن بدأنا هذه الحملة أول مرة هذه في مستشفى راشد لتعريف الناس في مدى شيوع المرض أنواع العلاج المتوفرة للمحاذير اللي داما مريض الصرع لازم ينتبه لها ضرورة الالتزام بأخذ العلاج حسب تعليمات الطبيب بالإضافة إلى زيادة التوعية عن أنواع أمراض الصرع وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة لدينا طيب نعم هل الزعل أو التعب يساعد في حدوة الحالة؟ نعم نعم الاسترس يعني الضغط النفسي والضغط الجسدي ولذلك أنا داما مرضى الصرع أقول لهم لازم تأخذوا مثلا كفايتكم من النوم يعني بين سمعة إلى ثمان ساعات نحاول نتجنب مرات مثلا نايت شيفت هذه وتبدل ساعات النوم باستمرار فيعني أنا مسرور أنك ذكرت هذه النقاط وبدي أنتهزها فرصة حتى يعني بعض المحاذير مثلا السياقة دائما أقول لمرضانة أنت ما يصير تسوق هذه دكتور أنا بتكلم عنها يعني في آخر برنامج أنه إرشادات السلامة الخاصة بمريض الصرع من الأخطار لكن أنت على طار النوم في أحد المسابعين أو المتابعين يقول هل الحركات اللا إرادية أثناء النوم هي نوع من أنواع الصرع؟ هناك حركات لا إرادية بتصير قد يعني ما بدي يقلقه كثير كل إنسان طبيعي أحيانا مع بداية النوم خصوصا أول دقائق يعني خلينا نقول لما الإنسان يدخل بالغفو وهذه بده أحيانا قد تصير حركة مفاجئة هذه لا في أغلب الناس هذه حالة حميدة يعني موجودة عند أكثر الناس الآن إذا مريض هو مشخص صرع قد تصير النوبات في بعض المرضى أكثر يعني قد تكون النوبات عندهم أكثر قابلية تصير خلال النوم نعم طيب الآن دكتور خلنا نرجع للرشادات اللي كانت تحدثة لا أنت تحدث عن عدم القيادة إلا بعد تأكد من السيطرة على نوبات التشنجات هذه لفترة لفترة كم يعني دكتور نعم يعني خليني أقول لك أنه يعني ما في دراسة اللي تحدد بالضبط كم الفترة لكن إحنا نستخدم زي ما تقول يعني 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 نستخدم الحكمة يعني إحنا كن أنا اشتغلت كنت في أمريكا في ولايات مثلا تقول لك المريض لازم يمر عليه على الأقل ست شهور من دون أي نوبة يعني ملتزم على العلاج ومعشي الأمور على الأقل ست شهور ولا نوبة نعم وفي بعض الولايات سنة كاملة سنة كاملة بس أنا إحنا يعني القضية مو قضية تحدي للمريض القضية ننظر بإيجابية في نوبة الصرع المريض حتى لو صاد أحيانا عنده يعني نوع أخف من الصرع لكن بيكون فيه تشوه من التشوش على الحال الذهنية بحيث غير قادر على اتخاذ القرار وما يعرف شو بيسوي صحيح ففيه خطر على حياته وفيه خطر على حياة الآخرين وكثير من الحوادث يعني بتصير أحيانا يعني بيكون السبب هو المريض الصرع يعني بتعرف ممكن تحدث معه النوبة في أي لحظة طيب أحد يسأل دكتور هل عنده نوم إذا أصاب تشنج في الرجل هل يدل على الصرع؟ لا لا يعني ما بدنا نروح لهذه طبعا ممكن إذا عند مريض صرع نعم قد تصير بعض التشنجات بس إذا صاح يعني التشنج بيجي مفاجئ وبكامل قواء العقلية وإشي يعني ما إحنا ما بدنا كل عرض يصير إحنا برضه برضه نزيد يعني ونخوف الناس نقولك هذا صرع هل يمكن لمريض الصرع الزواج والإنجاب دكتور وأيضا هل المرض هذا ممكن أن يدخل ضمن الوراثة أو ممكن أنه واحد ينتبه له قبل أثناء فحوصات يعني ما قبل الزواج لا الحد الآن نقول يعني فيه سكريننج تيست نتأكده هذا لا ما فيه منه بس مثل ما قلنا فيه جزء من أمراض الصرع وراثي فيه عامل وراثي نعم هذا لا يمنع أنه المريض يزوج المريض يعيش حياة طبيعية وعلى فكرة يعني قد يكون إنسان مثلا يتزوج واحدة يقول والله ما عنده صرع أو هي اززوجته عساس ما عنده صرع الصرع قد يبدأ في أي مرحلة من مراحل الحياة يعني ممكن بعد ما يزوج ويظهر الصرع بعدين يبدي فهذا لا يعني أنه احنا من يزوج بالعكس أنا أعرف أطباء كنت في أمريكي كان إلي زميل أمريكي يزوج يعني واحدة كانت مريضة يجي تعالج عنده وكان بعده ما مززوج ومع كثر زيارات وشي يتعرف عليها هو عارف أنها مريضة صرع ويزوج وعايشين حياة طبيعية ويعني نهائيا يعني ما أقول أنه هذا ضد يعني أنا في أمريكا دكتور نعم لأمو إحنا الكلتشر شوف يعني للأسف أنه عنا تعتبر مثل ما تقول وصمة عار أي بنسميها عالي المشكلة هون بدي أأكد مرة ثانية ما في أي إنسان يعني نقول أنه والله عنده المناعة ما يصير عنده صرع صحيح في أي مرحلة وللعلم يعني هي في أول سنوات الأولى ومن بعد الستين هذه المراحل اللي بتزيد فيها نسبة حدوث الصرع وما بين ذلك برضو أي إنسان ممكن حادث سيارة ممكن ضربة على الراس ممكن يتشخص بورم مريض مصدر عنده جلطة دماغية كل هذه عوامل قد تؤدي إلى نشوء الصرع فما في إنسان يعني عنده هالمناعة أنه يضمن أنه بحياته ما يصير شيء بالضبط والمسألة ما نأخذها كوصمة عارة وكذا دكتور حتى الثقافة اللي عندنا كانت يعني حتى في الوطن العربي إنه إنه إذا كانت في عائلة أحد أفراده يعني يعني معاقة وعنده بطل يزوجوا منهم يعني هذه مواضيع خاطئة يعني الواحد ما ينظر لها بهذا الشكل خلنا أقول لك شغلة كم من مرضى الصرع عنده نوبات صرع من سنوات وهو ما يدري فيهنها نوبات صرع إلى أن تصير عنده النوبة الكبيرة لما يطيح بالأرض ويتشنج كله فهون يروح للطبيب وتلاقي هو عنده أعراض سابقة ولذلك فيه مرضى حتى لما قعد محه هذه الأعراض دكتور إذا اكتشفناها من قبل يعني فترة سابقة ممكن أن تسافي عملية علاجه وفقايته من المرض نعم شوف البعض فيه بعض أنواع الصرع خصوصا مثلا اللي تبدي هذه في منطقة الطفولة يعني في عمر الطفولة هذه قد تختفي بس طبعا بدها علاج قد تختفي مثلا بعد سن البلوغ وفيه أمراض من الصرع يعني علاجها مزمن خلينا نقول طول الحياة وفيه منها تعالج بالأدوية وفيه بعض منها ممكن تجرب علاج علاجين ثلاثة أربعة وما يفيد فيها الحالة بنصير نقيم حالة المريض للتداخل الجراحي طيب نحن دكتور محمد كيلاني استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد كنا نتحدث عن خدمات أمراض الصرع في مستشفى راشد وفي أية الصحة بيدوين حشاقرين لك توجدك معانا وتمنى لك التوفيق شكرا لك دكتور طبعا مستمعين نحن نلقاكم إن شاء الله باشر على خير حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة وشكرا لك عيسى سبيل بعد نسينا نشكر الشباب عندنا فشكرا عيسى سبيل وهذه تحياتي محددكم حمود يوسف ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي